كلمت على تغيير السلية كمان لما خرج أفشا لما نزل حسيني الشحات لما نزل لويس ميكي سوني هدف عمر السلية مبارح عارفين بقى الأرطو شغل البليستيشن بقى أو طريقة اللاوية على البليستيشن حاجة فوق الوصف والشيء المميز مبارح كمان رغم من أنا مبارح سماء التصريحات كانت بالنسبة لي غريبة من الكابتن إيهاب جلال بيقولك الأهل مبارح ما صنعش فرص كتير لا الأهل صنع فرص كتير وفي نقطة ممكن تكون خافي على حضرتك أنك عندك دايما في تفكيرك في القورة أو في استراتيجيتك لأي فرق أنت بتتولى مسؤوليتها أنك تبدأ الهجمة من تحت تبدأ بناء اللعبة من أول حارس المرمى لخط الدفاع أنت ممكن تعمل دمع فرق تانية لكن قدام فرقة الأهل المقصة لما لعب الأهل المقصة خسر أربعة لما كان الكابتن إيهاب جلال بيقود المقص لما كان بيقود الزمال الخسر من الأهل ثلاثة لما كان بيقود برامد زمبارح خسر من الأهل ثلاثة إذن هي مش فكرة صنعة فرص فكرة أنت تبقى مدرب عارف إمكانيات اللعبة بتاعتك بتحتاج إيه وإنت محتاج إيه عشان تقدر تكسب موفيك جملة شهيرة بيقولك إيه اللي تكسب بيه إلعب بيه فممكن إمبارح يكون صنعات فرصتين صنعات ثلاثة وإنت ممكن تكون صنعات عشرة لكن أنا اشتغلت على أخطاء المنافس بشكل صح فبالتالي إمبارح النادي الأهلي كان بيالعب على التفاصيل إيه هي بقى التفاصيل؟ إن المنافس كان بيلعب بطريقة لعب لا تليق بإمكانيات اللعبة اللي موجودة فكرة السكسي فوتبول وأبدأ من أول الحرس المرمى لخط الدفاع وابن الهجمة مش كل الفرقة تعرف تعملها فبالتالي إمبارح خسارة إمبارح نتيجة متوقعة نتيجة طريقة اللعبة اللي كان بيلعب بها الكابتن إيهاب جلال والتفكير المميز جدا والتحضير الرائع جدا لبيتسو مسماني اللي البعض دلوقتي يقولك إيه هو رجل المهام الصعبة دايما بيشتغل على المباريات الكبيرة ما هو لو ما شتغلش على المباريات الكبيرة مش هياخد بطولات هي البطولات بتيجي منين؟ من مطشط الفرقة الكبيرة ولو في مطشط مع فرقة صغيرة ممكن بتعمل نتائج سلبية معاك الرجل حتى كأول سنة دوري خلاص فيهم الدرس ويعرف المسألة ماشية إزاي وبيكسب حتى الفرق اللي صعدة للدور الممتاز السنة دي بالتلاتة وبالأربعة فبالتالي الحمد لله المشوار ماشي كويس جدا والنتائج لغاية دلوقتي مميزة مباريح في المكان دا قلت تشكيل الأهلي مباريح قلت مباريح هنا في المكان في مراجي تريند دا قلت تشكيل ألا هيكون فيه مفاجآت وبالفعل حصلت كذا مفاجأة في التشكيل السلية ما كانش أساسي بدأ بياسر إبراهيم بدأ ببيرستاو فبالتالي كان عنده كذا لقطة في التشكيل مباريح قدر بيتسو مسماني يلعب على أنه هو يقفل المناطق اللي ممكن يكون فيها بعض لقطات أو بعض الأماكن يكون فيها مشاكل فنية في المباريات السابقة وقدر يعالجها وفي نفس الوقت يبني عليها بشكل جيد عشان يكون فيها ناصر بديلة تنزل وتكمل وده ظهر لما نزل عمر السلية طيب